السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس الأعداد الكسرية مقارنة وترتيب موجه لتلامدة الرابع يساسي إذن عدنا هنا 3 على 5 التلاتة على 5 يسمى كسرا يسمى كسرا 3 هو يسمى البسط إذن 3 هو البسط 5 هو المقام إذن الكسر يتكون من بسط ومقام البسط في الأعلى والمقام في الأسفل ويقرأ 3 على 5 ويقرأ 3 على 5 أو 3 قسمة 5 إذا كان البسط أكبر من المقام فإن الكسر أكبر من واحد دائما إذا كان عندنا البسط أكبر من المقام فالكسر أكبر من واحد إذا كان البسط أصغر من المقام فإن الكسر أصغر من واحد وسنرى أمثلة مثلاً أخذنا كما أخذنا سبعة على أربعة هذا الكسر أكبر من واحد لماذا؟ لأن البسط السبعة أكبر من المقام الذي هو أربعة مثال آخر لكسر أصغر من واحد مثلاً إثنان على تسعة هنا لدينا البسط هو اثنان والتسعة والمقام والبسط أصغر من المقام وبالتالي الكسر أصغر من واحد إذا كان البسط يساوي المقام فإن الكسر يساوي واحد فإن الكسر يساوي واحد إذا كان البسط يساوي المقام فإن الكسر يساوي واحد مثلاً الكسر واحد اثنان وثلاثون مثلاً والبسط اثنان وثلاثون والمقام اثنان وثلاثون إثنان وثلاثون إذن الكسر يساوي واحد لأن البسط يساوي المقام أو مثلا أمثلة عديدة مثلا مئة وواحد على مئة وواحد أو خمسة على خمسة أو ستة على ستة إذا كان البسط يساوي المقام فإن الكسر يساوي واحد لأن شوفوا التطبيق ضع الرمز المناسب أكبر أصغر أو تساوي إن الذين 13 على 8 قارنوا مع 2 على 7 هناك نلاحظ أن البسط كبر من المقام وبالتالي 13 على 8 كبر من واحد في حين هنا عدنا البسط صغر من المقام وبالتالي هذا الكسر صغر من واحد إذن هذا الكسر كبر من واحد وهذا صغر من واحد وبالتالي 13 على 8 هي الأكبر هنا عدنا نقارن ستة على سبعة عشر نقارنها بواحد هنا عدنا البسط الصغر من المقام وبالتالي هذا الكسر صغر من واحد مباشر مئة وثلاثة عشر على خمسة وثلاثون قارنوا بالستون على خمسة وثلاثون هناك اللحظة أن هذا الكسر لهما نفس المقام وبالتالي أكبرهما بسطا هو الأكبر إذن مئة وثلاثة عشر على خمسة وثلاثون هي الأكبر إذا كان لهم نفس المقام فالذي له أكبر بسط هو الأكبر هناك اللحظة أن البسط كيساوي المقام وبالتالي هذا الكسر كيساوي واحد وهناك اللحظة تمانية عشر على تمانية عشر البسط كيساوي المقام وبالتالي كيساوي واحد إذن هنا هو واحد وهنا واحد يعني متساويا 19 على 25 نقارنها بتسعة عشر على سبعة وثلاثة هناك اللحظة أن هذه الكسرين لهما نفس البسط لهما نفس البسط وبالتالي الذي له أسر ما قام هو الأسر إذن 19 على 25 أكبر من 19 على سبعة وثلاثة إذا كان لهما نفس البسط فالذي عنده أسر ما قام هو الأكبر وهنا عدنا سبعة على ثلاثة القارنة بالسيفر إحنا دائما الكسر سواء كان البسط أصغر من المقام أو المقام أصغر من البسط فدائما الكسر أكبر من السيفر دائما الكسر يكون أكبر من السيفر إلا وفقط إذا كان البسط يساوي السيفر مثلا السيفر على خمسة تساوي السيفر إذا كان البسط يساوي السيفر فالكسر راح يساوي السيفر مع المقام دائما يخالف من السيفر هذا وصل الله على سيدنا محمد وآله شكرا